موسيقى جفرة معناها الفتاة الجميلة فأسس فرقة دبكة أعراس هبايا ويكون كمان الاسم مرتبط بتراثنا فجفرة هي بتذكرنا بتراثنا الفلسطيني اللي كل العالم قاعدين بتمسوا بهالتراث فإحنا بنحاول نحي تراثنا عن طريق أعراسنا ندخل الفرحة بكلوب الناس نطلع مناسبات وطنية دبكة وطنية مثلا في حفلات تخرج جامعات كمان بنطلع أنه أي امرأة أي فتاة بتقدر إنها تشتغل تتعبع حالها إحنا بنوصل رسالة دبكة وطنية تراث من فرجيلة للعالم في نفس الوقت هو شغل إلنا موسيقى موسيقى بلشنا بشهر ثلاثة ألفين وواحد وعشرين ظلنا نشتغل تدريبات حوالي خمس شهور بعدها بلشنا نطلع عروضاتنا طبعا خلال فترة قصيرة حققنا كتير نجاح قوي فعملت كمان فرقة فصار عندي فرقتين للصبايا موسيقى دائما مثلا بكون في دبكات وزفات لشباب ما بكون في عند الصبايا فحلو إن إحنا كمان يكون في إلنا جزء داخلي إلا يكون بناتهم يعني نفرح كمان الصبايا موسيقى